بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين أما بعد أحباب مع درس وقتي من مادة الدراسات الحياتية والأسرية للصف الأول الابتدائي أيام الأسبوع أيام الأسبوع يتوقع في النهاية أن نعرف ترتيب أيام الأسبوع حسب تسلسلها يميز أيام العطل من غيرها أن يعالل سبب تفضيل اليوم معين أن يحدد عدد الأسبوع في الشهر أيام الأسبوع عدد أيام الأسبوع سبعة عدد أيام الأسبوع سبعة هنا الآن نبدأ من الأحد الأول يوم في الدراسة الاثنين السلساء الأربعاء الخميس الجمعة السبت ثم نعود من الأحد مرة أخرى بداية الأسبوع في السعودية الآن يوم الأحد أيام الأسبوع الأحد السبت الجمعة الخميس الأربعاء الثلساء الاثنين وهكذا سبب تلعبوها بلا أحد أحد الأسبوع باللون المفضل نحن سبب تلعبوها بلا أحد الأسبوع لأننا نبدأ عندنا الدراسة واليوم عندنا الدراسة هو يوم الاحد هذا سنلونه بطريقة حلوة ونزخرفه ونسيبه الكلام موجود لكي يكون خاطر يبقى بايد أنه هو يوم الاحد طيب عشان ما طولش آخر أيام الأسبوع يبقى عندنا هو يوم السبت لأننا خلاص بناءنا من الأحد بآخر يوم هو يوم السبت هذا بالنسبة للأسبوع العمل والدراسة وكل شيء نازم إلى المدرسة يوم الأحد إلى يوم الخميس العطلة الأسبوعية المدرسية في نهاية الأسبوع وهي يوم العطلة يوم الجمعة وهي كمان غير الجمعة يوم السبت يوم السبت دون نهاية الأسبوع الجمعة والسبت الجمعة والسبت أي أيام الأسبوع ولماذا؟ والأول اليوم المفضل أنا مثلا أقول أنا بحب يوم يوم إيه يوم الجمعة عشان أجازة أحد يقول أني أحب الخميس ولون اليوم اللي أنتك تحبه مثلا بتحب يوم الجمعة أو رح بلون إيه يوم الجمعة تأخذ الألم وتروح تلوين اليوم الجمعة وهكذا عشان ما نغطلش نفسنا أكثر تلوين اليوم اللي أنت تحم في الشهر أربعة أسابيع أربعة أسابيع فيما يأتي ثم تلوين كل أسبوع باللون المختلف يلا نكمل الأول هنا الأسبوع الأول وبعد الأسبوع الثاني وبعدين نقول له كده الأسبوع الثاني مع الأسبوع الثاني وبعدين الأسبوع الثالث وبعدين الأسبوع الثالث الأسبوع الرابع ثم أدام とعريب أن ألوين كل أسابيع بلون مختلف يعني انا مثلا اول ايه يوم انبدأ الايام الحد ما هو بليوم الحد من هنا لغاية السبت اخيالي دي مثلا اولها لون ايه اخضر والتاني نخليها لون ايه احمر والتالتا نخليها ايه اصفر والرابعا نخليها ايه موف زي ما تحب لونها ودول يومين بطاق اسمو جديد خالص لسه ما بدأش على خليها برضو لون تاني كده وتلونوهم وتخلوا شكلهم جميل زيكم كده ان شاء الله اكتب اليوم والتاريخ الذي تعلمت في هذا الدرس انت هتتعلم في شهر ايه تكتبوا اليوم مش هانا انا اعرفش اليوم اللي انت هتتعلم فيه عرصه بدائرة حول اليوم الذي ولدت فيه تشوف تتولدت يوم ايه وتعمل حوليها دايرة يعني مثلا تقولنا تتولدت مثلا يوم القمعة على يوم الخميش اليوم التي تعمل حوليه ايه دايرة هكذا ايه ترتيب الايام الأسبوع ثابت في كل الجمال وماكما ما بتختلف الوقت الذي نقضيه في المدرسة مفيد وممتع اليوم الذي يمضي من عمركة لا يعود أبدا فأحسن استغلاله خلاص لو عدا ما تشير قام أصل الأيام بترتيبها الصحيح أصغر شوية لشال تكفي وإجبال معاي أنوصلها بترتيبها الصحيح أول حاجة اليوم الأول أخذ روح الأحد اليوم الثالي يبقى يوم الاتنين اليوم الثالث يوم السلساء اليوم الرابع يوم الأربعاء اليوم الخامس يوم الخميش اليوم السادس يوم الجمعة اليوم السابع يوم السبت هذا الترتيب الذي نمشي عليه في المملكة العربية السعودية نريد أن يكون صغر لنا أجراء الألواع أخذي أن أحاول أن نصغر لنا أجراء الألواع يقول أن لون أيام المدرسة باللون الأزرق والعطلة باللون الأخضر سنبدأ باللون الأزرق اللون الأزرق أيام المدرسة الأحد لون ديء بالأزرق الثالث الثلاثاء الأربعاء الخميس أيام العطلة خاضرة يبقى الجمعة والسب طبعا لنتوا هتلونوها بلولات بس أنا عشان ما ضيعش الوقت بتاعكم خلاص عرفتوهم حط بس على خط كده أخضر وخط أزرق وبعدين اللون براحتك بعد ما خلص الشرح علشان ما عطلش معايا أكتب في هذا التقويم متى بدأ أول يوم إلى آخر يوم ثم ألون أيوة كمان شوية كده أول يوم في هذا الشهر اللي احلى فيه أنا أتكلم عن شهر اثنين شهر صفر شهر صفر بدأ أول يوم كان يوم السبت أول يوم في هذا الشهر كان يوم واحد السبت وبعدين الجمعة كان يوم اثنين وبعدين الخميس هكذا ثلاثة ثلاثة هو باب يقول لي عاودة تلوين آخر يوم كان يوم الخميس تسعة وعشرين وبعدين هو نعمل إيه بعد ما كتبنا الأيام أولاً كده فإنسان في هذا الشهر جميع نعمل يوم خميس تسعة وعشرين لينهم دولة ميت وعشرين والخميس تسعة وعشرين كده بعد أن كتبنا الى الأيام لون المدرسة باللول الأصفر وايام العطلة باللول الأخضر أيام المدرسة باللول الأصفر كل دول لول أصفر كل هذا لون أصفر و أيام العطلة ستكون باللون الأخضر ليه جمعة و ثبت الجمعة والثبت أولهم باللون الأخضر ستكونوا بالطريقة الحلوة و نرى ما بعده أتعلم لغة الإشارة أتعلم لغة الإشارة ستكونوا باللون الأخضر أنه لا يوجد السبت ستكونوا باللون الأحد و نرى ما حمل الثبت ستكونوا باللون الأحضر و نرى الثلاثاء يوم الثلاثاء نرى عامل العلامة بتاعة سابعة وكده توز دي وبعدين هنا تنس دي الاربعاء والخميس سرس دي والجمعة فراي دي ناخد بلا بالإشارات شوفوا الخميس ماسك أنف وكده يعني بقى هلتشم الأحمى النهاردة ومزاجنا عال ماشي والجمعة الدايرة دي كده فراي دي كلنا نتجمع ونلعب الكرة بأولا حاجة الله أعلم وكده نشوف المراجعة تمارين عامة على الوحدة كله وحيطوا الشكل الصحيح بدائرة الشكل الصحيح نعمل عليه دائرة يلا نعمل دائرة على الشكل الصحيح الشكل الصحيح هذا عليه دائرة هذا عليه دائرة ليه؟ لأن الشانت صح وماسك الألم صح نروح للي بعده أساعد ريم في الوصول إلى الحقيبة هساعد ريم في الوصول إلى حقيبتها هات الألم الأحمر ويا الله نمشي مع ريم في الوصول إلى الحقيبة أهو أهو ماشي 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 روح تلحق نبقى كده ريم الحمد لله راح تلحق بالطريقة اللي احنا عملناها هدي تمام؟ نروح للي بعده مرحبا أول أنا اسمي كل واحد يكتب اسمه أنا مثلا هكتب رديم اسمي نروح لدينا الأرقام من شعيتها لم نغيرناها لنغير اللغة العربية لو كانت بنتها سميها سارة طالبون في المدرسة مثلا لو كانت بنتها ستقول الأولى أنا في الصف الأول عندما أكبر أحب أن أكل مثلا طبيبة لو كانت بنتها ولو كان ولد يبقى طبيب ولو كان مثلا هنا التربية الأهلية المدرسة لو كان من ولد وأخلي بقى فهد فوق هنا نجيب هنا كلا التربية الأهلية دي مدرستنا في الخبر و سمي سارة بأباء أخلي هنا فهد فهد لكي يبقى للبنات والبليل هواية المفضلة مثلا البنت هتقول لنا نعود أرسم والولد يقول لك كرة القدم برنامجي المفضل مثلا يحب يتفرق على أي برنامج من برامج الألعاب وبحث برنامج ما كرة القدم فاكهة المفضلة مثلا العنام لا يقول لك لا انا بحب الموج وانت لا يقول لا انا بحب تفاح حسب ما تحب خلاص كده صديقي المفضل انت اكيد هتقول لي عبدالعزيز والبت هتقول لي مثلا ريم او ريماس او التانى يقول لي عبدالعزيز او تركي خلاص عبدالعزيز خليك لبعد شوية ضعا تركيو ولسهت ما تقول لي زياد احب ان ازاب احب ان ازاب الى ايه الى الملاهي كلنا من احب ان نروح الى ايه الملاهي صح او الى اقاربي عندي جدتي و جدتي الى جدتي و جدتي لكي تلعب لك وتتبسط نحن كده خلصنا الحاجات المهمة دي كتبناها وعرفنا ازاي نبلاها أصل أول أيام الأسبوع بأخرها بالتسلسل هنوصل أيام الأسبوع بأخرها بالتسلسل يا الله نوصل أول أيام الأسبوع الأحد وهو اليوم الثالث الاثنين وبعدين اليوم الثالث السلساء على الأربعاء وهو اليوم الرابع وبعدين ننطيع عدد ثانية ثانية اليوم الأول الأحد اليوم الثاني الاثنين اليوم الثالث الثلثة اليوم الرابع الأربعة اليوم الخامس الخميش اليوم السادس الجمعة اليوم السابع السابع كده أشك كده أشك وظل كده أنها كانت آخر صفحة ولا يشوف ليس فيه حاجة تانية ولا لا ما تجد سلاش من الدعاء واللايك والاشتراك وانتظرونا في الترمي التاني إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته